موسيقى مساء الخير على كل سادة المشاهدين واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الناس النهاردة الحلقة الاخيرة اللي في 2018 في برنامج صوت الناس ان شاء الله نكمل معاكم في 2019 بدعمكم وبوقفكم جنبنا وان شاء الله يبقى دايما البرنامج ده هو برنامج صوت الناس دي الحلقة القبل الاخيرة بكرة ان شاء الله تكون الحلقة الاخيرة مع زميلتي ايمان سليم واحنا قاعدين كده انا عايز اقولكم جوة مع فريق الاعداد بنقعد كده قبل الهوى بفترة كده ساعتين بنستعرض ايه اللي حصل على مندار 2018 وكده دينا حاجات كتيرة قوي بصراحة طب نتكلم عن ايه فسألت بالمرة طيب احنا ضيفة بتاعتنا النهاردة هي الدكتورة على فكرة رهام غلاب مديرة الحملة الرئاسية للكشف عن فيروس سي وعلاجه والكشف عن امراض غير السريع وقلنا طيب احنا الدكتورة رهام هتكلمنا عن مبادرة هي مبادرة رئاسية طيب تقدروا تقولنا فيه كام مبادرة رئاسية كده حصلت فيه 2018 مبادرات رئاسية بس نتكلم في كام مبادرة فيعني فيه حد كده من الشباب اللي ممكن تبقى 5-6 مبادرات مثلا قلنا خلاص تعالوا نطلع على المبادرات الرئاسية اللي موجودة ونحاول نحن نعرضها لقينا كام مبادرة يا جماعة تخيلوا كام مبادرة اكتر من 12 مبادرة رئاسية ده فين؟ 2018 بس 2018 بس احنا لا تكلمنا الاقتصاد ولا تكلمنا موقف مصر الخارجي شكله عامل ازاي ولا تكلمنا عن الاصلاحات الاقتصادية اللي موجودة ولا تكلماش عن اي حاجة تاني تكلماش عن المشروعات تكلماش عن اي حاجة افتتاح مش عارف ايه المبادرات بس ايه المبادرات اللي عملناها في 2018 اكتر من 12 مبادرة تخيلوا؟ قلنا نا طيب نقول لكم يعني نستفاد ونفيد سادة المشاهدين كانت بداية ودي كانت اول مبادرة كانت في يناير وهنا في عنوان مهمة اوي يناير اول السنة في 2018 وكانت المبادرة الخاصة بدعم دوي القدرات الخاصة ودي كانت اول مرة نشوف رئيس مصر يهتم بالفئة دي كانت هذه الفئة دايما فئة مهمشة يعني يعني بيتم ذكراها كده على استحياء انما ما كانش فيه حد واخد الحكاية بشكل منهجي بشكل خطة بشكل اللازم بيبقى فيه مبادرة ان احنا ندمج دوي القدرات الخاصة لو هنتكلم في داون سندروم على سبيل المثال داخل المدارس وداخل المجتمع المصري فيه ناس فكرة ان هذا المرض يعني يتناقل او مش مرض خالص فالفكرة نفسكة لازم تتغير عند الناس ان احنا نشوف بعض بشكل صح ان احنا عايشين في دولة بتدي الحقوق لكل الناس فكان اول مبادرة هي مبادرة زاوية القدرات الخاصة ودعم زاوية القدرات الخاصة في يناير بعد كده كانت مبادرة مهمة جدا عارفين كلنا طبعا عمالي اليومية اللي بيشتغل باليومية بقى اللي بيشتغل فوعلي اللي بيشتغل ايا كان بقى نقاش باليومية اللي بيشتغل مبايد محارة باليومية بيشتغل بنا باليومية الناس دي كان عندها مشكلة ان الشغل بتاعها مش دائم يعني ممكن النهاردة يشتغل وبقى يجي بعد كده شهرين ثلاثة مايشتغلش او ممكن شهرين ثلاثة يشتغل ورا بعض ويجي اسبوع مايشتغلش والعكس صحيح فكانش فيه تأمين ليهم حياتهم كانت غير امنة فالرئاسة فكرت فيه حملة اسمها حملة امان ودي كانت حماية للعمالة المؤقتة والموسمية وده الرئيس عبدالفتاح السيسي بصراحة اطلقها بشكل محترم جدا 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 بعد كده كانت مبادرة تانية مهمة شوف احنا بنتكلم هنا كلها مبادرات في البداية تمس فئات معينة مبادرة الرئيس لسجون بلا غارمات وشوفنا قد ايه ان كانت لفتة جميلة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الغارمات يعني فيه لا مبادرات كلها بتبص في جانب انساني كبير جدا في اول ثلاث مبادرات هون معاكم بعد كده كانت مبادرة احنا بنغير شكل مصر ويمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو كان بيقول ان شاء الله عشرين عشرين انا هسلمكم مصر تانية مصر جديدة مصر شكلها مختلف طيب ازاي نقدر نبني مصر حديثة مصر كويسة مصر متطورة مصر ان شاء الله يعني وفيها عشوائيات وشوفنا فترة من الفترات يمكن كنا احنا هنا حتى في الاعلام كنا بنواجه بعض المنتجين السينما ونقولهم يا جماعة انتم مطلعين شكل مصر وحش قوي كده ليه في السينما فكان الرد على طول احنا بننقل صورة واقعية من ارض الواقع العشوائيات كانت موجودة العشوائيات كانت نموذج كانت مشهد بيكبر وكانت حاجة صعبة بصراحة كانت حاجة صعبة مناطق بلا قانون مناطق البلطجة هي السائدة فيها مناطق صعب الوصول اليها لو في حريق حصل مناطق صعب الوصول اليها لو في حد يعي حد مرد صعب فكان لازم الدولة تاخد موقف وكانت مبادرة تسايد الرئيس للقضاء على العشوائيات تماما بتدني نشوف ده بالفعل بشكل كبير جدا يمكن كل اسبوع بنشوف افتتاح مشروع من المشروعات دي طيب بعد كده في ايه مبادرة كمان مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول كتير جدا على فكرة قامت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة احنا مش هنتكلم بقى عن متنهية الصغر لسه والكلام الحاجات الصغيرة لا هنتكلم عن مشروعات ضخمة برضو يعني الصغيرة والمتوسطة فيها فلوس وبتمتق كويس وتقدر تخش في صناعات كبيرة وتجبر بشكل كبير وتقدر تصدر للخارج وتجيب عملة صعبة فكان ده اهتمام الدولة وكان لازم بيبقى فيه مبادرة لها وبالفعل اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح احسيسي طيب بعد كل ده ويمكن كان حلمي من الاحلام اللي انا كان كان نفسي اشوفه من زمان والله قلتها اكتر من مرة وهفضل اقولها كتير انا كان نفسي اشوف حد يهتم بالانسان المصري احنا اهتمينا بالعمارات واهتمينا بالشوارع وعملنا بنية تحتية كويسة جدا الفترة الاخيرة قبل كده ما كانش فيه ده كمان ده ما كانش فيه حد بيهتم بالانسان ما كانش فيه حد بيهتم بشكل الانسان المصري المفروض يبقى عامل ازاي الصحة وتعليم يبقى عامل ازاي صحته عامل ازاي ثقافته عامل ازاي ده كان لازم مهم جدا فكان لازم هذه المبادرة اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح سيسي من اهم المبادرات هي الانسان المصري صحة وتعليم وثقافة ده كان في يوليو 2018 طيب واحنا بنطلق بقى ده طيب ينفع شوفوا عشان انا باخدها لكم كده بالتسلسل وبحي بصراحة الرئيس عبد الفتاح سيسي جدا في الطريقة اللي هو تعامل بيها مع هذه المبادرات لان لقينا انه فعلا ما يفعش حاجة تيجي قبل حاجة ما يفعش تيجي حاجة قبل حاجة بعد ما فكرنا في الانسان المصري واستراتيجية طيب ينفع اعمل انسان مصري زي ما احنا عايزينه شكل الانسان المصري وهو صحته تعبانة وفيه قوائم انتظار قد كده فاطلق الرئيس عبد الفتاح سيسي مبادرة لقضاء نهائيا على قوائم ما يبقاش في حاجة اسمها قوائم انتظار تخلص وبعدين وراها على طول مبادرة الرئيس عبد الفتاح سيسي للكشف عن فيروس سي وعلاجه شوفوا طيب يبقى عندي كده ناس الى حد ما صحتها كويسة بقى لما يبقى عندي ناس صحتها كويسة اعمل برامج بقى لتدريب الشباب على ايه مبادرة على طول تدريب الشباب على التكنولوجيا والتطوير ودعم انشاء مئة شركة لشباب مصر تخيلوا ده كان في المؤتمر الافريقيا اللي فات وبعدين مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار في افريقيا ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة والشباب حاجة ممكنش من اسمعنا الشباب ده كان عبارة عن حاجة الشباب ما كانش له صوت الشباب ما كانش انت 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 عشت روح تقاب الرئيس او بلاش رئيس رئيس ايه انت عشان تروح تقابل كنت وزير او محافظ حتى او انك انت تحلم انك انت ممكن تكون في يوم من الايام في منصب قيادي وانت شاب من الشباب ده كان استحالة ده كان استحالة استحالة انت يعني مردوم تحت الرملة بكتير دلوقتي لأ دلوقتي الشباب بقى له وجهة نظر بتتسامع اه بيتبقى احيانا فيها يغلوبها الحماس وممكن اللا واقعية في بعض الامور بس بيبقى دايما فيه الصوت بقى الرازين الناس اصحاب الفكر الناس اصحاب الخبرة بي اه طب تعالوا دي فكرة كويسة لا دي عشان تتعامل نقدر نعملها واحدة نتاتة كل محتاجين ده محتاجين حد يسمع صوت الشباب كل ده كل ده اللي انا قلت لكم اتناشر مبادرة في سنة 2018 لا تكلمنا عن انجازات ولا تكلمنا عن مشروعات قومية ولا تكلمنا عن قوانين نتكلم لاش عن انفاء ما تكلماش عن اي حاجة ما تكلماش عن تحسين مؤشر الاقتصادي ولا عن علاقات الخارجية ولا ولا عن افريقيا يعني الحمد لله هنبقى رئيس الدورة القادمة 2019 باذن الله تعالى ولا تكلمنا عن تطهير سينة من الارهاب ولا عن حاجات كتير جدا بس احنا هنحاول ان احنا نستعرض معاكم طبعا على مدار اخر حلقتين دول ايه اللي حصل في 2018